موسيقى في اللغة الفرنسية كلمة زوجتي هي ماثام ماثام ردد معي ماثام ماثام ولا هي ها هي أو ها هو ولا ولا ردد معي ولا مرة أخرى كيف أقول زوجتي أحسنت ماثام ماثام الآن كيف أقول ها هي زوجتي ولا ماثام ولا ماثام تتكونون كيف أقول زوجي؟ رأيناها في الدرس السابق هي مان أحسنت مان ماثام ماثام رأينا زوجك هي ماثام 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 ردد معي ماثام ماثام زوجتك 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 رددها عزيزي المشاهد بصوت مرتفع ثم أكتب هذه الكلمة في التعليقات الآن قل ها هي زوجتي ماثام 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 كيف أقول ها هي زوجتك ماثام 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 كلمة أين هي أو أو أين هو أو أين يكون أقول أو أو ثم أكمل بذكر يعني الشيء الذي أبحث عنه أو كيف أقول أين زوجتك رأينا زوجتك هي وبهذا يكون السؤال تذكير الضمير هو باللغة الفرنسية نقول هي كيف أقول إنها هنا حرفيا هي تكون هنا استمع جيدا إلي تسي إلي تسي ردد معي إلي تسي الآن اسأل أين هي زوجتك حرفيا أين تكون زوجتك ويفو تخفام ويفو تخفام أجبني وقل أنا لا أعلم جونسيبا 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 الآن لنكون هذه الجملة أنا لا أعرف أين هو أو أنا لا أعرف أين يكون أنا لا أعرف جونسيبا أين تذكرون كيف أقول أين؟ جيد أنا لا أعرف أين جونسيباو جونسيباو الآن أنا لا أعرف أين يكون أو أنا لا أعرف أين هو حاول أن تجيب عزيزي المشاهد بصوت مرتفع هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن كيف أقول أنا لا أعرف أين تكون أقصد هي سهلة جداً أعود إل بالضمير إل حاول أن تقلدني في النطق ممكن توقف الفيديو لكي تتدرب على مهلك الآن قل إنها هنا إلي تسي إسي أقصد هنا الآن هناك أي أشير إلى مكان أبعد من المكان الذي أقف فيه أقول لابا هناك لابا ردد معي لابا لابا إذن إسي هنا إسي لابا هي هناك لابا الآن قل إنها هناك إلي لابا إلي لابا أين زوجتك؟ أجبني وقل إنها هناك إلي لابا عندما ألتقي بشخص لأول مرة بالعربي نستخدم تشرفت أو تشرفنا باللغة الفرنسية نقول رددها عزيزي المشاهد مرات ومرات إلى أن تتقنها سيدي باللغة الفرنسية هي ردد معي موسيو تشرفت هي انشانتي انشانتي الآن قل تشرفت سيدي انشانتي موسيو انشانتي موسيو السماع إلى كيف أسأل هل أنت سيد مراتين؟ vous êtes موسيو مراتين؟ vous êtes موسيو مراتين؟ vous êtes هي أنت تكون هو تصريف فعل الكينونة لفرب أتر مع vous مع أنت أو أنتم vous êtes أقول أنت تكون vous êtes vous êtes ردد معي vous êtes الآن قل أنت السيد مختان حرفيا أنت تكون السيد مختان vous êtes موسيو مختان vous êtes موسيو مختان الآن غير نبرة صوتك إلى نبرة السؤال وأسأل هل أنت سيد مختان؟ vous êtes موسيو مختان vous êtes موسيو مختان طريقة أخرى لكي أسأل نفس السؤال هي الطريقة التبادلية في طرح السؤال أي أبدأ بالفعل ثم الضمير أقول جرب ها أنت أيضا هل أنت السيد مختان؟ ثم لدينا الطريقة الثالثة لصياغة السؤال باللغة الفرنسية نستعمل اسك اسك جرب أن تسأل هذا السؤال باستعمال اسك هل أنت سيد مختان؟ est-ce que vous êtes موسيو مختان؟ est-ce que vous êtes موسيو مختان؟ السمع إلى كيف أقول نعم إذنه أنا oui c'est moi oui c'est moi ردد معي oui c'est moi الآن قل تشرفت سيدي انشانتے موسيو انشانتے موسيو سيدتي باللغة الفرنسية هي مادام مادام الآن قل تشرفت سيدتي انشانتے مادام انشانتے مادام هل أنت سيد مختان؟ vous êtes موسيو مختان؟ أو êtes-vous موسيو مختان؟ ردد معي êtes-vous موسيو مختان؟ est-ce que vous êtes موسيو مختان؟ est-ce que vous êtes موسيو مختان؟ أجبني وقل نعم إنه أنا oui c'est moi oui c'est moi تذكرون كيف أقول زوجتك هي votre femme votre femme الآن اسأل أين هي زوجتك؟ où est votre femme où est votre femme إنها هناك؟ فكر في الإجابة عزيزي المشاهد واكتوبها في تعليقات إلي لابا إلي لابا إنها هنا إلي تسي إلي تسي تذكرون كيف أقول معي أنا هي avec moi avec moi ردد معي avec moi هي معي الآن كيف أقول إنها معي حرفيا هي تكون معي إلي avec moi إلي تسي تقول معي ردد معي إلي تسي معي ردد ها مرة أخرى إنها معي إلي تسي معي إلي تسي معي الإنقل إنها معي هنا إلي تسي معي إسي إلي تسي معي إسي عبارة في فرنسا أَنْ فَنْسَ رَدِدْ مَعِي في فرنسا أَنْ فَنْسَ أَلْ أَنْ قُلْ هُنَا في فرنسا إِسِي أَنْ فَنْسَ مَرَسًا أُخْرَا كِي فَأَقُولْ هُنَا في فرنسا إِسِي أَنْ فَنْسَ Où est votre femme, M. Martin? أَنْ 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 أَن الآن كيف أقول حاول أن تكتب عزيزي المشاهد هذه الإجابة في التعليقات تذكرون كيف أقول لنستعمل هذه المرة صيغة يعني أكثر تهديباً في هذا السؤال هل تريد أو هل ترغب بشيء أقول ولكن أكثر تهديباً تدرب عليها عزيزي المشاهد وقلها بصوت مرتفع شرب يشربو هي فعل ردد معي الآن لنسأل هذا السؤال هل تريد أن تشرب شيئاً؟ شيئاً ما هي الان اسأل هل تريد أن تشرب شيئاً؟ voudريه أن تشرب شيئاً؟ أكلاً يأكل رأيناها سابقاً هي مانجي مانجي ردد معي مانجي الآن اسأل هل تريد أن تأكل شيئاً؟ هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن أجبني ب لا شكراً السماع إلى كيف أقول ذلك لطف منك يعني عندما يعرض علي شخص شيئاً ما أرفضه بكل تهذيب أقول لا شكراً نون مرسي ذلك لطف منك سي جانتي سي جانتي ردد معي سي جانتي تذكرون كيف أقول بعض القهوة دو كافي دو كافي ردد معي دو كافي الآن اسأل هل ترغب في شرب بعض القهوة؟ أجبني وقول لا شكراً ذلك لطف منك استمع جيداً نون مرسي سي جانتي نون مرسي سي جانتي هل ترغب في شرب القهوة؟ أجبني الآن وقول لا شكراً ذلك لطفن منك رأينا سابقا بعض الشاي هل سود أن تشرب بعض الشاي؟ أجبني وقول لا شكرا ذلك لطفن منك لا شكرا ذلك لطفن منك أجبني وقول بعض الماء السماع جيدا دلو ردد معي دلو أي بعض الماء لو هي الماء بعض الماء دلو دلو الآن قل بعض الماء من فضلك دلو سيلو بلي دلو سيلو بلي هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن اسأل هل سريد أن تشرب شاي؟ شاي؟ قهوة؟ أجبني وقول بعض الماء من فضلك دلو سيلو بلي دلو سيلو بلي دلو سيلو بلي الآن قل أريد أن أشرب استمع جيدا دلو سيلو بلي 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 إنها هناك Elle est ici en France إنها هنا في فرنسا Elle est ici en France Elle est avec moi ici en France Elle est avec moi ici en France Où est votre mari السماع إلى كيف أسأل أين هو أين هو أوه تيل أوه تيل أين هو حرفيا أين يكون هو أوه تيل أجبني وقل إنه هناك Elle est là-bas Elle est là-bas أوه تيل أين هي أوه تيل أجبني وقل إنها في فرنسا Elle est en France Elle est en France ردد معي Elle est en France إنه في فرنسا أقصد هو فكر قليلا أحسنت إليت en France إليت en France فعل ساكان يسكنه هو فعل أبيتي 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 ردد معي أبيتي مع نحن مع نحن مع نو بما أن فعل أبيتي هو من أفعال المجموعة الأولى أي ينتهي ب-ER ينتهي ب-E نحطف ER ونعوذها ب-EN تصبح لدينا نو أبيتان نوزابتان ردد معي نوزابتان مرة أخرى كيف أقول نحن نسكنو نوزابتان نوزابتان الآن قل نحن نسكنو في فرنسا نوزابتان en France نوزابتان en France دي زنفان كلمة دي زنفان دي زنفان هي أطفال دي زنفان ردد معي دي زنفان أنتم لديكم أقول vous avez vous avez هو تصريف فعل أفعال فعل الملكية مع أنتم معا vous vous avez ردد معي vous avez تذكرون كيف أقول أطفال دي زنفان دي زنفان الآن قل أنتم لديكم أطفال vous avez دي زنفان vous avez دي زنفان والآن وصلنا إلى سؤال التاميوز كيف أسأل هل لديكم أطفال أجبني عزيزي المشاهد باستعمال اسك لا تنسى عزيزي المشاهد الإجابة على السؤال تمييز وترك إجابتكم في التعليقات كنت مسرورة جدا بلقياكم أعزائي كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة